يحل اليوم اليوم العالمي للسكان 2015 تحت شعار فئات السكان الضعيفة في حالات الطوارئ حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء النزاعات والكوارث الإنسانية في اليوم العالمي للسكان يبدو أن أحصائيات عدد سكان مصر لا تزال تشكل ناقوص الخطر للجميع في ظل وصول عدد المصريين المقيمين داخل مصر إلى أكثر من 89 مليون نسمة وهو ما يقابله محدودية الموارد وضعف الاقتصاد الذي يعاني لاسترداد عافيته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع عدد سكان مصر منذ عام 2006 وحتى الآن إلى أكثر من 15 مليون نسمة بنسبة زيادة بلغت 51% للذكور و49% للإنس محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكان حوالي 9 ملايين و300 ألف نسمة بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددا في السكان حيث يبلغ عدد سكانها 167 ألف نسمة وفي ظل معاناة البلاد من قضايا الفقر والبطالة إضافة إلى نقص الموارد المائية تبدو الحاجة ملحة لوقف نزيف الزيادة السكانية وهو ما أشار إليه أكثر من مرة رئيس عبد الفتاح السيسي ما يتطلب المزيد من الجهد لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بالقضية السكانية ترجمة نانسي قنقر